كما أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك أكثر من مئات مليار جنيه تمثل دعما حقيقيا لرغيف الخبز وأوضح مدبولي أن الحكومة تشجع الفلاح لتوريد القمح للدولة والذي يمثل من 35 إلى 40% لما تحتاجه الدولة لإنتاج الخبز المدعمة إحنا كدولة بقت فطورة الدعم الكبير جدا للخبز كبيرة جدا ولازم أن إحنا سيظل الخبز مدعوم أنا بس بأكد على هذا الموضوع ولكن إحنا بنتكلم على أن لازم يبقى فيه تحرك يعادل أو مش يعادل يعني يتناسب مع الزيادات الرهيبة اللي بتحصل في سعر رغيف الخبز أنا عايز بس أقول لحضراتكم إحنا بنتحرك إزاي كوزار التموين اللي هي معنية بإنتاج الخبز إحنا تاني عشان أأكد لحضراتكم الرقم أقربوا مصر بتنتج 100 مليار رغيف مدعم سنويا 100 مليار رغيف الدولة بتبيعه بخمس قروش يعني إجمالي ما تتحصل عليه الدولة من الميت مليار 5 مليار جنيه طيب إحنا بنشجع إن ناخد بقدر الإمكان الإنتاج من الأمح اللي بيبقى من الدولة المصرية وبنحفز الفلاح المصري علشان نقلل فاتورة الاستيراد ونقلل العبق على الدولار بنحفز الفلاح المصري إنه يورد وجزء من التحفيز إن إحنا بتدينا نزود بصورة كبيرة جدا سعر توريد الأردب بتاع الأمح ترجمة نانسي قنقر